شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة وذلك في مجال تدريب وتشغيل وتنمية مهارات الشباب يستهدف البروتوكول تقديم أفضل الخدمات للشباب من خلال إعداد ملتقيات التوظيف المشتركة ميدانيا وإلكترونيا لتوفير العمل اللائق للشباب والعمل على تدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة ويلزم البروتوكول وزارة الشباب والرياضة بتوفير أماكن إقامة ملتقيات التوظيف والدورات التدريبية داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للوزارة وبتوفير المدربين المعتمدين والمدريات التابعة لها لتقديم التدريبات المشتركة في مختلف مجالات التعاون ترجمة نانسي قنقر